بالفعل لقونا كلها لمرات وهذا موضوع نقشنا فيه داخل هذه وغير ما مرة كان واحد الارتفاع كبير جدا لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي أولا أكد واحد المنطلق أساسي وهو أن بلادنا هي بلد غير منتج للنفط بمعنى أن جميع الاحتياجات الطاقية دي البلدنا من المادة دي النفط نستوردها من الخارج إذن نحن متأثيرون بشكل مباشر مختلف التأثيرات التي تعرفهاها هذه المادة طلعات أو اللانزلات أو اللقلات أو اللتوجدات الآن نعطيكم بعض الأرقام ونشوفوه بشكل مشترك في كانت الأسعار وفي نوصلات وشنا هي العلاقة ديالها بالسعر للصعيد الوطني إذن مني كان أخذو هذا النصف الثاني من يوليوز النصف الثاني كان نقصد به من بداية يوليوز إلى غاية منتصف يوليوز عرفات هاد المواد كلها انخفض الغازوال الغازوال اللي هو المازوط نقص بواحد تناش فصيلة سبعة وربعين في المية منتقيلا من الف وربعمية وحداش دولار إلى الف ومئتين وخمسة وثلاثين دولار تقريباً كان في الف ومئة وطلع عاود منيك تاخد المتوسط ديالات الخمسة وثلاثين يوم كي تعطيك الف ومئتين وخمسة وثلاثين دولار البنزين خافض بواحد ثمنية فصيلة وثنين وربعين في المية من الف وربعمية وربعين دولار إلى الف وثلاثمية وثلاثين وعشرين دولار تقريباً لكن كان واحد مستجد آخر اللي هو أن الدولار بقى محافظ على واحد السعر على واحد المستوديل وتصاعدي وهذا معروف هذا ما عند الحكومة لما توضح فيه هذه حقيقة يعرفها الجامع لأن أيضاً ارتفاع الدولار يؤثر حتى هو بشكل مباشر على هذه الأسعار في الاستيراد بالنسبة للبرميل للنفط السيجام اللي سوء لساليه هو أيضاً هبط إلى ما دون تسعود وتسعين دولار في الفترة ما بين 12 و 14 يوليوز هبط إلى ما دون تسعود وتسعين لكنه أعرف أعود واحد الارتفاع وصل الحدود مئة وسبعة دولار يوم تسعاش يوليوز مزيان هذه الارتفاعات وهذه الانخفاضات اللي عرفها هذا الموضوع لأنه بلدنا وأنا أستغريب أنه أن يقال بأنه ما كان عرفوش التركيبة ديال الأسعار تركيبة الأسعار معروفة فيها ثلاثة ديال المكونات أساسية فيها أولاً السعر الدولي باش كيتباع في المناطق الإنتاج فيها أيضاً واحدة المجموعة ديال الرسوم وديال الضرائب اللي كانت تبقوا على الصعيد الوطني فيها بعض الرسوم المينائية والرسوم ديال الشحن لغير ذلك وفيها أيضاً الرسوم ديال اللي هي الضريبة على الاستهلاك وفيها التي فيها اللي هي الضريبة على القيمة المضافة وتبقى واحد الجزء صغير اللي هو متعلق بالهاميش ولسمحتوا لي باش نفهموها ديال العملية بشكل مبسط سعر ديال البنزين في بلادنا وديال الجزء في بلادنا واحد وستين في المئة منه تيشكلوا السعر الدولي واحد وستين في المئة واحد وثلاثين في المئة هي الضرائب والرسوم المطبقة كتبقى ربعة في المئة ربعة وربعة في المئة هي اللي كانت ليل توزيع وديل تقصيد دابا الآن مني كان ناخد سعر على المستوى الدولي وكنزيد له يعني تكاليف ديال الشحن تنوصل الواحد وستين في المئة واحد وثلاثين في المئة هي الرسوم والضرائب اللي تكلمت عليها واللي بالمناسبة مني كان عمل واحد المقارنة ما بين ضرائب والرسوم المطبقة في بلادنا تلقاها مقارنة مع مجموعة من الدول خاصة الأوروبية تنخفض بشكلين كبير جدا إذن من يتحكم في هذه المادة يتحكم في السعر الدولي بواحد وستين في المئة والضرائب والرسوم بواحد وثلاثين في المئة وكيبقى ذاك الهاميش اللي كيتعلق بالتوزيع وبالتقصيد مزيان الآن كيتطرح السؤال ما العلاقة ما بين البرميلي والمواد المكررة اللي هي المزود في السنوات الماضية كانت العلاقة ما بين البرميل كانت تعطي يعني كان البرميل تقريبا إلا كان في حدود يعني أقل من مئة دولار كانت يعطي تقريبا تقريبا واحد تعمية واحد تعمية وخمستاش لدولار لطن الآن ولا البرميل اللي كانت مئة دولار تيولي السعر ديال القازوال طن ديال القازوال هو تقريبا واحد الالف مئة ومئة وثماني عرفوا حد الرطيفة لماذا عرفوا حد الرطيفة عرفوا حد الرطيفة للمجموعة من الأسباب منها أولا تراجع المسجل على مستوى الاستثمارات اللي في المجال ديال تكرير كان واحد واحد التراجع لأنه كان واحد التخوف وهذا هو واحد من بالأسباب الحقيقية لخلت هذه المواد هذه تعرف ارتفاعات لأنه حتى الاستثمارات البعيدة لماذا في مجال تكرير الآن توجه الدولي هو أنها تنخفض بحل كتبع شيء ما الدول تخفض لا تحصل لك في الدكشين هار لأنه كان توجه دولي نحو طاقات جديدة إلى غير ذلك بالإضافة إلى أن هذا الضغط الآن خاصة أنه كان اعتماد قوي على القاز في مجموعة كبيرة من الأسواق بحال مثلا ديالأوروبا بفعل هذه التطورات وهذه النزاعات التي توقع الآن ما بين روسيا وأوكرانيا خلت مجموعة من الدول بما أنها لم تلقى الغاز أنها تمشي توجه لهذا المادة خلالها واحد الضغط بمعنى أنه لم يبقى ذلك الإنخفاض ينعكس بشكل مباشر بشكل كبير إنما كيف ينعكس رأي ينعكس حينما يتم تكريره إذن اليوم هذا هو الميلف ديال المحروقات أنا فسرته وعطيت فيهم جمعة من المعطيات مباشرة من بعد ما تم احتساب الخمسة عشر يوم الأولى عرفت هذه المادة هذه انخفاض تقريبا بواحد الدرام لكن خص جميع هنا الشركات كيفما كان وش ديال التي تدبر بشكل مباشر من طرف الشركات اللي في إطار كذا أنه يجب أن تطبق ذلك التخفيض بشكل مباشر لأن هذا يهم القدرة الشرائية ديال المواطنين بخصوص شي واحد يقول أنا ما فهمش معقول من المواطنين في السرولو لكن من دبر الحكومة في سنوات الماضية المعروف أنه كان يشتغل بهذه الصيغة هذه اللي هي صيغة كانت مطبقة قبل التحرير وهي اللي الحكومة هي اللي ما زال من خلالها متغير التحجر در إبرة بقية هي الرسم بقية هي المتحول والمتغير الواحد والأسعار على المستوى الدولي